أكد وزير الخارجية سامح شكري دروة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة لا فتل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها جاء ذلك خلال لقاء اللجنة العربية الإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا حيث أعرب وزير الخارجية عن الشكرى لإسبانيا على موقفها الدائم للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادئ وكان شكري قد وصل إلى مدينة بارشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة